كابتن محمود النهاردة في حفل التأبين كان له كلمة عن الحج تيسير الهوالي خلينا نطلع نشوف ماذا قال كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في حفل تأبين الراحل الحج تيسير الهوالي ونرجع نكمل بسم الله الرحمن الرحيم أحياناً يبقى الإنسان عاجز عن أنه هو يفكر إزاي يتكلم أو يفكر يطلع كلمات تقدر شخصيتهم ما أو بلدهم أو كيان كبير النهاردة حقيقة ممكن من الأحزات اللي أحزنتني أنا جداً أن حصل الوفاء وأنا كنت في رحلة علاج في فرنسا وللأسف بلغوني في الأول أن ما فيش عزب عشان كده ما حجزت شبعين فوجيت بعد كم ساعة من العزب في نفس اليوم بالليل فطبعاً أقل القليل الممكن يقدم لشخصية نموذجية في تقديل زي الحاجة تيسير لهواري شخصية أنا بسميه رجل المواقف مواقف في كل المجالات مش مواقف بس عشان بيحب النادي لأهل لا مواقف أخرى إنسانية مع ناس كتير جداً جداً حاضرين ومش موجودين معنا صاحب صاحبه باللغة اللي أحب نتكلم بيها لأنه لما يكون في أي واحد في النادي الأهلي أو ينتمي للنادي الأهلي أو مسؤول أو حتى من الجمهور وهو يعلم أو عرف ما بينامش علشان لازم يقدم حلول ويقدم رؤية ويقدم فكرة لصاحب المشكلة أو صاحب الحدث ده ده تيسير اللي هو لي اللي هو الحقيقة يعني أعطى كتير جداً جداً بقول نموذج عمره فكر مرة يطلع في صورة ولا يطلع في حديث ولا يقول أنا عملت أو أنا قدمت أو أنا ساعدت ومرها ما حصلت ده تيسير الهواري مواقف إنسانية زي ما قلت مواقف مالية ما حبش أتكلم عليها مواقف رياضية تمست النادي الأهلي كتير جداً عسد زيتنا السابقين يكون في مشاكل في النادي تمست النادي مشاكل رياضية أو غير رياضية كان أول واحد بيتطوع ويجي يقدم نفسه ويقدم حلول ويقدم رؤية لأنه فعلاً ربنا أنا عم عليه بأنه صاحب ابتكرات واحد موهوب موهوب فأنه يعرف مشكلة تلاقي بيقدم حلول إنسان عايش للناس إنسان بيحب الناس جداً وبيحب الخير جداً وبيحب مش عايزة أقوله بقى النادي الآلي أخيراً جداً جداً يعني ففي مواقف كتير أنا الحقيقة محبش أن أنا أقولها لأنه هو ما كانش بيقولها لأنه هو ما أعلنش عنها بس في مواقف كتير جداً مش عايزة أقوله إن كان بمعدل كل أسبوع فيه موضوع تأثير لهواري طرف في الموضوع هو اللي دخل نفسه طرف وهو اللي بيوجد الحلول عشان كده فعلاً أنا بشكر كل السادة للحضور والناس لأنه عارف ظروفهم ما سمحتش مثلاً زي الكابتن حسن حمدي لأنه عمل عملية وما قدرش أنه يحضر النهاردة لكن كل الناس اللي ما حضرتش تكلموني وقالوا إن فيه ما يمنع زي مثلاً برضو الحج جمال الجرحي تكلمني النهاردة وإنه هو تعبان وبرضو طلع من عملية ربنا إيش فيه كل مريد يعني عايز أقول في النهاية النادي الأهلي الناس بتعتبره نادي غني بس النادي الأهلي يا جماعة غني بجمهوره وبأعضاه وبمسؤوليه وبلاعبته وبأجهزته وغني بالمحبين لي المحبين لي إنه هم مش عايزين حاجة غير ما هو مصطحة الكيان ده المحبين دولا في منهم ناس كتير قاعدين في وسطين الأرض وأنا الحقيقة مش عايز أذكر اسم عشان ما ننساش حد بس فعلاً أنا من برضو من هذا منطلق وفي يوم زينا بحب أشكرهم كلهم كل واحد بيجي مثلاً انتخابات ممكن أي حد حد يخذه الانتخابات كل واحد ما بيفكرش في نفسه فكر الأهل ده إزاي يمش صح وهينش صح بمين وهم اللي يتولوا إزاي يقنعوا الباقي الكل مش مجلس الداري داخل هم دولا 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 النادي الأهلي عشان كده النادي الأهلي غني غني بناسه بجماهيره بأعضاء بلاعبته بمسؤوليه بالمحبين لي انا مش عايز اطول في كلام بس انا فعلا من الايام على قد ما فيها من الحزن على قد ما فيها من السعادة الداخلية ان نشوف حجز بالشكل ده كل الناس موجودة في ذكرى رحيل يعني انسان عايز جدا مش عايزنا احنا كاشخاص وعن نادي الاهل جميعا بشكركم جدا وبشكر كل السعادة الحضور ربنا رب ورحمه محمد ورحمه الله ارحمك يا حج تيسير هتبضل دايما في قلوب كل الاهلوية اللي عارفينه زي ما كابتن محمود قال حج تيسير كل اسبوع كل اسبوع والله بجد كابتن محمود ما بيقولش حاجة غلط في هذه الامور يعني فكل اسبوع بيبقى فيه حاجة بيعملها الحج تيسير وقد تكون بس لا يمكن الكلام عنها لانها هو نفسه ما تكلمش عنها فمنقدرش احنا كبير نتكلم عنها